كيف ما وعدكم إخواني إخواتي باش نجيب لكم أخبار من داخل السجن الوداية والتي تخص المغنية دنيا باطمة فاليوم توصلنا بخبر مفاده إشعار المغنية الحمزاوية بشكايات عديدة والتي سلمتها لإدارة المؤسسة والتي تخص في المقام الأول شكاي من أحد الضحايا اللي ابتزاز وتشهر من دولة خاليجية والتي يتهم فيها المغنية بتسريب مجموعة من الصور وكذلك تسجيلات صوتية وتسجيلات صور اللي يتهم هذا الشخص واللي هو رجل أعمال تري بدولة خاليجية جاء هاد شكاي من إخواني إخواتي بعد اعتراف ملكة جمال للشرق الأوسط والاكتشفات مجموعة من المعطيات للسلطات الأمنية الخاليجية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني إخواتي كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتما كتبوا هاد الفيديو فما تبخلوشين باللايكات دلكم البارتاج وكذلك تعليقات دلكم إخواني إخواتي فكماشتوا إخواني إخواتي المغنية لهذه الأيام هذه الأيام فعلا يعني كتقاطر عليها مجموعة من الشكايات سواء داخل المغرب أو لا خارج المغرب وهذا الشي كامل جاء بعد تسريب بعض المعلومات اللي هي خطيرة جدا معلومات اللي كشفت على سلطات الأمنية سواء الخاليجية أو سلطات الأمنية المغربية بخصوص المغنية والحساب حمزة مومبيبي فالأكيد هذا الحكم اللي كدوز العقوبة دياله المغنية بداخل سجن الوداية فالأكيد إخواني إخواتي المغنية تاريخ دياله اللي هو مليء بجمع من المشاكل المرتبطة بالحساب حمزة مومبيبيو الخطير في الأمر اللي هو التجار بالبشر وهذا القضية إخواني إخواتي ديال التجار بالبشر واللي جاء بعد الاعتراف أحد الضحايا من دولة الخاليج وخصوصا موحد سيدة اللي هي معروفة في الوسط الشرق الأوسط واللي هي ملكة الجمال الشرق الأوسط والأكيد هذه المعطيات كلها قدمتها للسلطات الأمنية واللي غيجر المغنية إلى القضاء واللي قدرت توصل العقوبة السجنية إلى المؤبت وهذا الشي اللي خايفة منه هاد المغنية فالأكيد والمهم اللي نقدر نقول لكم إخواني أخواتي أن القضية بقى في البحث ويمكن تبان شي جديد وشي معلومات أخرى اللي هي أخطر بكثير من هاد الشي اللي بان اليوم فباقي البحث يعني رهو خدام والدوسي اللي هو عند قاضي التحقيق وكين شي حاجات اللي باقي ممكن يبانه في الأيام القادمة المقبلة فأمام هات تريبات وهات الأخبار اللي هي خطيرة ولي كتخص المغنية فالأكيد أن الحالة النفسية لعند المغنية فهي صراحة حالة نفسية صعيبة متدهورة خصوصا بعد وصول واحد إشعار اللي كتوصل به اليوم من داخل السجن الوداية واللي كهم يعني شكاية اللي توصلت بها رسميا من دولة خاليجية واللي حاولوا أنهم يحاولوا ويبحثوا ويحقوا مع هاد المغنية بالمنسوب إليها فريتما أن هاد القضية يعني دي المغنية دي الحساب حمزة مومبيبي ولمازال يعني الأطوار ديالها كتكشف مجموعة من المعطايات اللي هي خطيرة وخطيرة جدا فغايتم توريط مجموعة من الأشخاص اللي كانوا تحكموا يعني في الوداية تحكموا بمدينة مراكش وقدوزوا العقوبة ديالهم يعني بالوداية فالأكيد هاد العصابة اللي ما زال كانت كتنشط في أشياء اللي هي خطيرة خصوصا هاد التجار بالبشر وهو السبب في الإطراء وهاد شي خطير وخطير جدا وهاد شي اللي كشفوا عليه يعني سلطات الأمنية الخليجية بعد تسريب صوتا وصورة يعني الكلام اللي كانت تكلمات فيه المغنية وكانت كتحاول فيه يعني ملكة الجمال ديال الشرق الأوسط وكتحاول أنها يعني تورد كيفاش تعمال كيفاش يعني تجلب الزبناء بما في ذلك هذا التاريخ الخليجي حتى يتم تزازه بتلك الصور وكذلك بالفيديوهات أخواني 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 أمام هذه التطورة هي خطيرة وهذه الأخبار المنتشر على النطاق واسع في المواقع التواصل الشيماية كل شي تتكلم على هذه الشكايات التي هي من دولة الخليج وهذه التسريب الصوتية وزيد وزيد فالمغنية من داخل السجن الودانية حال فأنها يعني تكشف المستور وتفضح كل شيء يعني ما تخلي حتى شي واحد على غرار يعني سعيد ناصري اللي حتى هو يعني يجب تقعد مسؤولين ويجب تقعد يكنوا داخلين في الموضوع فالأكيد أن المغنية اللي صراحة اللي عندها تجربة كبيرة فالحساب حمزة مون بي بي فهي ما تسكوتش على حقها خصوصا بعد ما يعني حسات بوحد الشمتة فعلا تسيدها حسات بشمتة من طرف يعني بعض مسؤولين اللي كانوا كيحميوها وليحاولوا أنهم يتمسوا هذا الملف في الأكيد يعني هاتشي كامل يعني غيتم تحقيق فيه من طرف القضاء المغربي ولي غيوصل للمجموعة مش غير مسؤولة ولا مسؤولين ولكن غيكونوا فيهم يعني متورطين فيه مسؤولين كبار سواء في الدولة أو في القضاء وهاتشي اللي غيشكل يعني مفاجأة وغيتم فعلا كشف عن معطيات اللي هي خطيرة اللي مرتبطة يعني علاقة مسؤولين بهات الحساب دي الحمزة مون بي بي فعلى أين كما ذكرت الحالة النفسية دي المغنية فهي صعيبة ومتدهورة خصوصا وهات الأنباء المنتاشرة ودائما الشكايات كتقاطر على هات المغنية بخصوص هات الحساب حمزة مون بي بي فبعد ما كانت كتظن أنها غتخرج من هات القضية وغيتم يعني غتحصل على الباراء يعني مباشرة بعد ما دخلت للسجن كانت واحد تغرأ اللي كان نكشفها المحامي ديالها وقال بالحرف أنه ممكن يعني أن المغنية تخرج من السجن يعني بقوة القانون ولكل شيء من هات القابل إخواني أخواتي هاد الناس غير كي حلموا فلا يعقل أنه حدا دخلت للسجن وبالتالي تحصل على الباراء كذلك كانوا كتحلم أنها تحصل على العفو الملكي وأنا أستبعد هاد العفو الملكي لأنه خصوة أن هناك ناس يعني مسجونين داخل سجن الوداية ومحكومين يعني بعشرهات سنين وطلبوا العفو مرار وتكرار وما زال ما تتمشي البت في هاد القضية ديره فما بالوك المغنية اللي عندها مازالك تتقاطر ضدها مجموعة من الشكايات فالأكيد الأيام القليلة القادمة اللي غيكشفنا يعني الكثير بخصوص هاد الملف ديال الحمزاوية واللي غيجبد مجموعة من الأسرار خصوص هاد الأسرار اللي ما زال ما تمشي الكشف عليها فهذه غير البداية وشوفوا كيفاش يعني حصلت هاد النتائج وهاد المعطايات يعني من خارج أرض الوطن يعني من دولة الخليج كي يحاولوا أنهم يصربوا هاد المعلومات وهاد الشي اللي غيسهل على القضاء ديالنا أنه يكشف بعض المسؤولين اللي عندهم صيلة بهاد الحساب حمزة إخواني أخواتي نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله